أما آخر موضوعاتنا النهاردة بقى في حلقة النهاردة فهو عن تأثير صبغات الشعر والكيراتين على الحمل في الأول عايز أقولك معلومة مهمة جدا عن علاقة الحمل بشعرك سيدات كتيرة قوي ممكن يفتكروا أو يسمعوا أن الحمل له تأثير سلبي على حالة الشعر عنده يعني يفتكروا أنه ممكن مثلا معدل التساقط يزيد خلال الحمل أو أن الشعر يبقى ضعيف ومتقصف والحيانة ده اعتقاد خاطئ تماما خطأ وبالإحصائيات وبالدلائل الطبية بنلاقي أن النسبة صغيرة جدا من الزوجات الحوامل هم اللي ممكن يكون عندهم تأثير سلبي على شعرهم خلال الحمل وبيكون التأثير ده مش في اللي أنا قلته بيكون في صورة جفاف للشعر مش أكتر أما الغالبية العظمة من الزوجات الحوامل بيكون عندهم العكس بيكون عندهم تغيرات إيجابية على حالة شعرهم خلال فترة الحمل وبعد الحمل كمان لفترة ممكن تمتدل ست شهور يعني باختصار كده الحمل بيزبط شعرك كويس خلاص الشعر بيبقى أطول وأتقل واللمعان فيه بيكون ملاحظ بشكل أكبر وده بخلاف أن معدل التساقط بيكون أقل خلال الحمل والحيان التفسير العلمي للحالة الإيجابية دي بيرجع لنشاط الدورة الدموية وزيادة معدلات الميتابوليزم خلال فترة الحمل عشان كده لما تأثير الحمل بيختفي بيرجع شعرك لحالته اللي كان عليها قبل ما تبدأي الحمل وقتها بقى ده ما يعتبرش تراجع في حالة شعرك لكنه مجرد رجوع عن الحالة الاستثنائية المميزة اللي كان عليها شعرك خلال فترة الحمل تمام؟ دلوقتي بقى عايز أكلم حضراتكم عن أثر صبغات الشعر والكيراتين المستخدم في علاج بعض حالات يعني ضعف الشعر ده علاقته بالحمل برضو هرجع أقول لكم مفيش دلائل طبية على خطورة صبغات الشعر خلال الحمل خلاص؟ يمكن كان التخوف ده زمان يعني كانت صبغات الشعر بتحتوي على مواد كيميائية معينة زي الفورمالدهايد والحاجات دي كلها خلاص؟ ودي طبعا فيها خطورة لأنها ممكن تتنقل إلى الجنين عبر جلد الرأس عند الأم لكن أكيد بقى فيه تطور ملحوظ جدا في صبغات الشعر خصوصا أنواع يعني العالمية أنواع العالمية اللي هي موجودة في دول كتير يا جماعة ده المقصود بكلمة العالمية ودي أنواع بيبقى مشهود لها بالكفاءة طبعا والأمان وأصبح استخدام المواد الكيميائية غير موجود لكن أنا بنكلم كل الناس أن فيه ناس بتعتمد على صبغات معدة منزليا وفيه ناس بيعتمدوا على حاجات هم بيعملوها وناس بمركبات معينة وفيه أماكن معينة للعناب الشعر بتلاقيه لك إحنا الصبغة دي إحنا اللي بنعمله فانتو بيش عارفة معمولة من إيه فنقدر نقول أنه يعني يفضل الحقيقة تجنب الصبغات خلال الشعر خلال فترة العمل صبغات الشعر خلال فترة الحمل خلاص المعالجة الصناعية لأي مكون من مكونات الصبغات يعني صحيح بقت عالية للدرجة اللي تمنع أي ضرر سواء للأمة أو الجنين لكن طبعا هرجع وأقول لكم أن الصبغات أو الشامبوهات بتاعتمد في تصنيعها الحلو منها يعني أن فيه تعتمد على الخضروات والفواكه والزيوت الطبيعية كل ده كويس خلاص في كل الأحوال ولمزيد من الاحتياطات فإحنا بننصح حضرتك بتأجيل استخدامك لصبغة الشعر حتى نهاية الأسبوع التلاتاشر من الحمل يعني فوتي أول تلات شهر حلو كده أول تلات شهر ونص وده لضمان أن كل الأجهزة الحيوية والأعضاء الرئيسية في جسم الجنين تكون تكونت كونت فيه كمان نصايح عايز أقولها لحضراتكم في حالة استخدام صبغات الشعر لازم تلبسي جوانتيات أثناء عمل الصبغة يعني لو افترضنا أن حضراتك اللي هتعملي الصبغة في البيت ما تسبيش الصبغة كمان على شعرك فترة أكتر من المطلوب يعني فيه ناس يعني يقولك إيه مثلا الصبغة دي تبقى موجودة على شعرك 20 دقيقة أو 10 دقايق أنا معرفش يعني بس تبقى مكتوب عليه خلاص فيه ناس بيقولك ما هي مش هتأثر لا الامتصاص بتاع بتاع الجسم ممكن يدخل عبر فروة الرأس لازم كانت تشطفي شعرك كويس قوي بالمية أنا بقولك تفاصيل كده عملية قوي خلوا بالكم واستخدام الصبغة كمان يعني غير أنك تشطفي شعرك كويس استخدام الصبغة لازم يكون في مكان التهوية بتاعته كويسة يعني لازم يكون فيه شباك مفتوح جنبك لو بتعمليها مثلا في الحمام أو كده لازم يكون فيه شباك مفتوح وطبعا برجع وكرر وأكد على ضرورة استخدام أنواع الصبغات المعروف أنها يعني فيها كفاءة معينة وتصنيعها كويس طبعا فيه سيدات بيلجأوا في فترات الحمل لاستخدام الصبغات الطبيعية زي الحنة وطبعا الحنة مفيش منها خطورة بس برضو هرجع وقولكو أنا مش عارف يا بتتصنع يعني لأنه لو الحنة طبيعي كده ماشي إنما فيه حاجات بقى ناس بيخلطوا عليها خلطات وحاجات وهكذا بخصوص الكيراتين فالموضوع ببساطة أنك لازم تتجنبي أي نوع من أنواع الكيراتين المحتوي على مواد كيميائية وخاصة مادة الفورمال دايت زي ما قلنا أما التحذير الأخير اللي عايزين نقوله فهو ضرورة تجنب كريمات فرد الشعر دي اللي تتجنبيها خالص بقى وده إن أغلب أنواع كريمات فرد الشعر بتحتوي على مواد كيميائية غير ملأمة للحمل فاضل ملحوظة واحدة بس في الموضوع بتاع السبغات دا حابب أن أنا أقولها لحضراتكم برد وهي إن اللون اللي أنت بتكوني متوقعه من خلال السبغة ممكن في بعض الأحوال تلاقيه مختلف شوية يعني وإنت حامل هتلاقيه مختلف شوية بس تفقنا أجيلي بس سبغات دي لغاية الثلاث تشهر ونص من الحمل الأولين يعدوا تفسير إن اللون هيبقى مختلف إن هرمونات الحمل الموجودة في جسمك ممكن تخلي شعرك يتفاعل مع السبغة دي وده يؤدي إلى تغير اللون شوية وغالبا بيكون في اتجاه اللون الأفتح يعني هتلاقيه فتحة شوية عن اللون المطلوب خلاص أنا بقول لكوا ليه المعلومة دي عشان ما تستغربيش أو تشكي في صلاحية السبغة اللي أنت استخدمتيها لأنك خلاص إيه عرفتي السبب تمام كده؟